أرجاء من الأخوة المواطنين اتتزان في منازلكم أرسل على سلاماتكم بهذه الكلمات بدأ عمل الوحدات الشرطية والجهات الأمنية بتنفيذ حضر التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة السورية للتصدي لفايروس كورونا المستجد والحد من أثره نحن نقوم بالمتابعة والعمل كجهاز قوة الأمن الداخلي وعناصر المرور بالمحافظات وبالمناطق نقوم بالعمل على أكمل وجه وبجهازية تامة لمنع التجول تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة وذلك لنضمن صحة المواطنين جميعا الإجراءات للتخزيط للحكومة السورية هي قرار الحظر الجزئي للمواطنين وهو قرار حاكيم لحتى الدولة بتتحافظ على صحة المواطنين الحفاظ على صحة الفيروس العالمي اللي اجتاح الوطن وهو فيروس كورونا اللي اجتاح العالم كله والحنا هون عم نطبق القرار عم نساعد كافة الجهات حتى لتطبيق القرار ونتمنى من جميع الأهالي أنه يساعدونا لتطبيق هذا القرار الحفاظ على صحتهم وعافيتهم والحمد لله عنا هون بالمدينة كافة الأهالي من التزمين بكل التعليمات الصادرة هذه الإجراءات نقوم بها من أجل صحة المواطنين وسلامتهم تطبيقا لقرارات الحكومة السورية إجراءات احترازية عدة تم تطبيقها من قبل الحكومة السورية حيث تشهد شوارع وأحياء مدينة السلامية التزاما تاما من قبل أهالها انطلاقا من شعار درهم وقايا خير من قمطار علاج كما شاهدتم إجراءات كاملة وجهود حثيثة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من قلب مدينة السلامية للأخبارية السورية محيد دين فهد